بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد نسترسل في قراءتنا لمقدمة في ظلال القرآن للشهيد سيد قطب رحمه الله مع الحلقة الرابعة والأخيرة من فترة الحياة في ظلال القرآن إلى يقين جازم حاسم إنه لا صلاح لهذه الأرض ولا راحة لهذه البشرية ولا طمأنينة لهذا الإنسان ولا رفعة ولا بركة ولا طهارة ولا تناسق مع سنن الكون وفترة الحياة إلا بالرجوع إلى الله والرجوع إلى الله كما يتجل في ظلال القرآن له صورة واحدة وطريق واحد واحد لا سواه إنه العودة بالحياة كلها إلى منهج الله الذي رسمه للبشرية في كتابه الكريم إنه تحكيم هذا الكتاب وحده في حياتنا والتحاكم إليه وحده في شؤوننا وإلا فهو الفساد في الأرض والشقاوة للناس والارتكاس في الحمأة والجاهلية التي تعبد الهوى من دون الله فإن لم يستجيبوا لك فاعلمن ما يتبعون أهواءهم ومن ضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين إن الاحتكام إلى منهج الله في كتابه ليس نافلة ولا تطوعا ولا موضع اختيار إنما هو الإيمان أو فلا إيمان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لوم الخيرة من أمرهم ويقول ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين والأمر إذا جد إنه أمر العقيدة من أساسها ثم هو أمر سعادة هذه البشرية أو شقاؤها إن هذه البشرية وهي من صنع الله لا تفتح مغالق فطرتها إلا بمفاتيح من صنع الله ولا تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يخرج من يده سبحادة وقد جعل في منهجه وحده مفاتيح كل مغلق وشفاء كل داء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ويقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ولكن هذه البشرية لا تريد أن ترد القفل إلى صانعه ولا أن تذهب بالمريض إلى مبدعه ولا تسلك في أمر نفسها وفي أمر إنسانيتها وفي أمر سعادتها أو شقوتها ما تعودت أن تسلكه في أمر الأجهزة والآلات المادية الزهيدة التي تستخدمها في حاجاتها اليومية الصغيرة ويتعلم أنها تستدعي لإصلاح الجهاز مهندس المصنع الذي صنع الجهاز ولكنها لا تطبق هذه القاعدة على الإنسان نفسه فترده إلى المصنع الذي منه خرج ولا أن تستفتي المبدع الذي أنشأ هذا الجهاز العجيب الجهاز الإنسان العظيم الكريم الذقيق اللطيف الذي لا يعلم مساربه ومداخله إلا الذي أبدعه وأنشأه إنه عليم بدات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ومن هنا جاءت الشقوة للبشرية الضالة البشرية المسكينة الحائرة البشرية التي لن تجد الرشد ولن تجد الهدى ولن تجد الراحة ولن تجد السعادة إلا حين ترد الفطرة البشرية إلى صانعها الكبير كما ترد الجهاز الزهيد إلى صانعه الصغير ولقد كانت تنحية الإسلام عن قيادة البشرية حدثاً هائلاً في تاريخها ونكبة قاصمة في حياتها النكبة لم تعرف لها البشرية نظيراً في كل ما ألم بها من نكبات لقد كان الإسلام قد تسلم القيادة بعدما فسدت الأرض وأسنت الحياة وتعفنت القيادات وضاقت البشرية الويلات من القيادات المتعفنة وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس تسلم الإسلام القيادة بهذا القرآن وبالتصور الجديد الذي جاء به القرآن وبالشريع المستمد من هذا التصور فكان ذلك مولداً جديداً للإنسان أعظم في حقيقته من المولد الذي كانت به نشأته لقد أنشأ هذا القرآن للبشرية تصوراً جديداً عن الوجود والحياة والقيم والنظم كما حقق لها واقعاً اجتماعياً فريداً كان يعز على خيالها تصوره مجرد تصور قبل أن ينشأه لها القرآن إن شاء نعم لقد كان هذا الواقع من النظافة والجمال والعظمة والارتفاع والبساطة واليسر والواقعية والإيجابية والتوازن والتناسق بحيث لا يخطر للبشرية على بال لولا أن الله أراده لها وحققه في حياتها في ظلال القرآن ومنهج القرآن وشريعة القرآن ثم وقعت تلك النكبة القاصمة ونحي الإسلام عن القيادة ونحي عنها لتتولاها الجاهلية مرة أخرى في صورة من صورها الكثيرة صورة التفكير الماد الذي تتعاجب به البشرية اليوم كما يتعاجب الأطفال بالثوب المبرقش واللعبة الزاهية الألوان إن هناك عصابة من المضللين الخادعين أعداء البشرية يضعون لها المنهج الإله في كفة والإبداع الإنسان في عالم المادة في الكفة الأخرى ثم يقولون لها اختاري اختاري إما المنهج الإلهي في الحياة والتخلي عن كل ما أبدعته يد الإنسان في عالم المادة وإما الأخذ بثمار المعرفة الإنسانية والتخلي عن منهج الله وهذا خداع لئيم خبيث فوضع المسألة ليس هكذا أبدا إن المنهج الإلهي ليس عدو للإبداع الإنساني إنما هو منشئ لهذا الإبداع وموجه له الوجهة الصحيحة ذلك كي ينهض الإنسان بمقام الخلافة في الأرض هذا المقام الذي منحه الله له وأقدره عليه ووهبه من الطاقات المكنونة ما يكافئ الواجب المفروض عليه فيه وصخر له من القوانين الكوني ما يعينه على تحقيقه ونسق بين تكوينه وتكوين هذا الكون ليملك الحياة والعمل والإبداع على أن يكون الإبداع نفسه عبادة لله ووسيلة من وسائل شكره على آلائه العظام والتقيد بشرطه في عقد الخلافة وهو أن يعمل ويتحرك في نطاق ما يرضي الله فأما أولئك الذين يضعون المنهج الإله في كفة والإبداع الإنسان في عالم المادة في الكفة الأخرى فهم سيء نية شريرون يطاردون البشر المتعب الحائر كلما تعبت من التيه والحيرة والضلال وهمت أن تسمع لصوت الحاد الناصح وأن تأوب من المتاهة المهلكة وأن تطمئن إلى كنف الله وهناك آخرون لا ينقصهم حسن النية ولكن ينقصهم الوعي الشامل والإدراك العميق هؤلاء يبهرهم ما كشفه الإنسان من القوى والقوانين الطبيعية وتروعهم انتصارات الإنسان في عالم المادة فيفصل ذلك البهر وهذه الروعة في شعورهم بين القوى الطبيعية والقيم الإيمانية وعملها وأثرها الواقع في الكون وفي واقع الحياة ويجعلون للقوانين الطبيعية مجالا وللقيم الإيمانية مجالا آخر ويحسبون أن القوانين الطبيعية تسير في طريقها غير متأثرة بالقيم الإيمانية وتعطي نتائجها سواء آمن الناس أم كفروا اتبعوا منهج الله أم خالفوا عنه حكموا بشريعة الله أم بأهواء الناس هذا وهم إنه فصل بين نوعين من السنن الإلهية هم في حقيقتهما غير منفصلين فهذه القيم الإيمانية هي بعض سنن الله في الكون كالقوانين الطبيعية سواء بسواء ونتائجها مرتبطة ومتداخلة ولا مبرر للفصل بينهما في حس المؤمن وفي تصوره وهذا هو التصور الصحيح الذي ينشئه القرآن في النفس حين تعيش في ظلال القرآن ينشئه وهو يتحدث عن أهل الكتب السابقة وانحرافهم عنها وأثر هذا الانحراف في نهاية المطاف ولون أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولونهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم وينشئه وهو يتحدث عن وعد نوح لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وينشئه وهو يربط بين الواقع النفسي للناس والواقع الخارجي الذي يفعله الله بهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إن الإيمان بالله وعبادته على استقامة وإقرار شريعته في الأرض كلها إنفاد لسنن الله وهي سنن ذات فاعلية إيجابية نابعة من ذات المنبع الذي تنبتق منه سائر السنن الكونية التي نرى آثارها الواقعية بالحس والاختيار ولقد تأخذنا في بعض الأحيان مظاهر خادع لافتراق السنن الكونية حين نرى أن اتباع القوانين الطبيعية يؤدي إلى النجاح مع مخالفة القيم الإيمانية هذا الافتراق قد لا تظهر نتائجه في أول الطريق ولكنها تظهر حتما في نهايته وهذا ما وقع للمجتمع الإسلام نفسه لقد بدأ خط صعوده من منطقة التقاء القوانين الطبيعية في حياته مع القيم الإيمانية وبدأ خط هبوطه من نقطة افتراقهما وظل يهبط ويهبط كل من فرجت زاوية الافتراق حتى وصل إلى الحضيد عندما أهمل السنن الطبيعية والقيم الإيمانية جميعا وفي الطرف الآخر تقف الحضار المادي اليوم تقف كالطائر الذي يرف بجناح واحد جبار بينما جناحه الآخر مهيد فيرتقي في الإبداع المادي بقدر ما يرتكس في المعنى الإنساني ويعاني من القلق والحيرة والأمراض النفسية والعصبية ما يصرخ منه العقلاء هناك لولا أنهم لا يهتدون إلى منهج الله وهو وحده العلاج والدواء إن شريعة الله للناس هي طرف من قانونه الكل في الكون فإن فاد هذه الشريعة لابد أن يكون له أثر إيجاب في التنسيق بين سيرة الناس وسيرة الكون والشريعة إن هي إلا ثمرة الإيمان لا تقوم وحدها بغير أصلها الكبير فهي موضوعة لتنفد في مجتمع مسلم كما أنها موضوعة لتساهم في بناء المجتمع المسلم وهي متكاملة مع التصور الإسلام كله للوجود الكبير وللوجود الإنساني ومع ما ينشئه هذا التصور من تقوي في الضمير ونظافة في الشعور ودخامة في الاهتمامات ورفعة في الخلق واستقامة في السلوك وهكذا يبدو التكامل والتناسق بين سنن الله كلها سواء ما نسميه القوانين الطبيعية وما نسميه القيم الإيمانية فكلها أطراف من سنة الله الشاملة لهذا الوجود والإنسان كذلك قوة من قوى الوجود وعمله وإرادته وإيمانه وصلاحه وعبادته ونشاطه هي كذلك قوة ذات آثار إيجابية في هذا الوجود وهي مرتبطة بسنة الله الشاملة للوجود وكلها تعمل متناسقة وتعطي ثمارها كاملة حين تتجمع وتتناسق بينما تفسد آثارها وتضطرب وتفسد الحياة معها وتنتشر الشقوة بين الناس والتعاسة حين تفترق وتتصادم ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة ننعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فالارتباط قائم وثيق بين عمل الإنسان وشعوره وبين مجريات الأحداث في نطاق السنة الإلهية الشاملة للجميع ولا يوحي بتمزيق هذا الارتباط ولا يدعو إلى الإخلال بهذا التناسق ولا يحول بين الناس وسنة الله الجارية إلا عدو للبشرية يطاردها دون الهدى وينبغي لها أن تطارده وتقصيه من طريقها إلى ربها الكريم هذه بعض الخواطر والانطباعات من فترة الحياة في ظلال القرآن لعل الله ينفع بها ويهدي وما تشاءون إلا أن يشاء الله وبذلك تنتهي مقدمة الشهيد سيد قطب لكتابه في ظلال القرآن والتي بيّن فيها حياته في ظلال القرآن كما سماها نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا من تدوق السير في ظلال القرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته